صحيح طلاب المحاضرة الدكتور عبد الرحمن الانزيمات الاولى انا ترجمتها بالبصمات ماكو ترجمة بسيطة كلها جز خوش المحاضرة كاستاذ الاستاذ دخلها من البداية لحد من لحد هذا الموضوع لاحظة هذا الموضوع لهنا بعد من ناول الاخير ما داخل من هذا الموضوع من البداية لحد الموضوع لحد هذا المربع رقم 6 كلها داخل واضح انا قرأتها اكسرات اكسرات اكسراتي تبس والف راح اتجزلكم اتجزلكم من الداخل اصلا انا بالبصمات شرحت و راح اتجزلكم منها اول شي اكو 40 ألف نوع مختلف من الانزيمات خاف اجيبك نقطة مساعدة زحو ما نجاوب اخوش وعمل الانزيم ذي انكريز زيادة راية معدل التفاعل هذا عمل الانزيم ماضح؟ نغلب برقة اجهنا خاف يطلع شي غلط بالتصوير انا ما اضع الكاميرا خوش اهنا شو نسوي اهنا نطي هاي اكس ماذا داخلها هي داخل منها حسنا انظيم وانظيم انظيم اطلع انظيم انظيم اطلع انظيم 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 هذا كله ينشز هذا من الكوفاكتر لا يوجد شيء جاي يقول لك من الكوفاكتر لنبروتين والكونزيم لنبروتين وهذا بروستيثيكي جرب لنبروتين و هذا الهولو هو كومباتف اكشن كلهم لنبروتين كلهم لا يوجد شيء ان يحفظ لكن هذا الكونزيم يقول لك مثالي يقول لك الفيتامينات هذا الاكثر الاقل فقط اما ذنبتين لا يوجد شيء خوش نقول ببرق قرأتها مرة و مرتين و عشرة و انتم تلحون عليه وين الملخص اقرأ اقرأ حتى ادقق بها طبعا هاي تشزة قديمة لا يوجد ملاقة اهنا شوف يقول لك الانزيم يحتوي على مكان يسمى ال اكتف سايت الموقع النشط وهذا الاكتف سايت يرتبط به شيء اسمه الركيزة واضح وهذا الباقي لا يوجد شيء انزيم 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 بولي بيبتايد بولي بيبتايد متعدد واحد مرات يكون انزيمات شبيهة اكثر من واحد بولي بيبتايد dismay انزيم إنزيم مكان فارغ تطبب هذا المكان فارغ حتى يشتغل الإنزيم تيجيكم لو بصحة الخطأ أو بخيارات تقولك شنر يشغل الإنزيم تقلل ركيزة تقلب لهم التسمية قوية التسمية عاوي وشي مبتذل التصنيفات مالي الإنزيمات الأكساد والإختزال والنقل والتحلل هذه التصنيف أوف إنزيم هذا الشيء مشترك بين دكتور عبير و سال عبد الرحمن سامرزم سال عبد الرحمن لكنه لا يوجد هذا و هذا والتغير الشكلي والإندماج أو الارتباع هذا اللي ما سنقرأ هنا تعداد؟ لا سنقوم بإحداثة و إحداثة نرى ذنية هنا هذه هي نفسية هذه الأكساد والإختزال سنقوم بإحداثة و إحداثة ما سنقوم بإحداثة؟ تحول اللاكتيت إلى بايروفيت تمام؟ الترانسفريز النقل يشترون الكيتو غلوتاريت إلى بايروفيت و غلوتاميت واضح؟ التحلل يشترون بايروفوسفيت إلى فوسفيت ماشي بهذه الطريقة داخل هذا هذا الأكس قديم هذا القديم من يوم التلخيص القديم من يوم التلخيص الفريكتوز 1-6 بايفوسفيت يشتر إلى دايهايدروكسي أسيتون و غلايسر الديهاي ثري فوسفيت و الألانين يصبح بايروفوسف بايروفوسف و الأخير الغلوتاميت يصبح غلوتامين هذا هو خرصة هذه الملزمة الباقة مع داخل منا و لغاد مع داخل